اشتركوا في القناة هذا الظلم لم يبدأ قبل شهر بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق وغالبية طحاياها المدنيون الأبرياء إنها العقلية ذاتها التي تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة تستهدف المساجد والكنائس والمشتشفيات وتطلو الأطباء وفرق الإنقاذ والإغاثة وحتى الأطفال والشوخ والنساء وأتسأل اليوم هل كان على العالم أن ينتظر هذه المأساة الإنسانية المؤلمة والدماري الرهيب حتى يدرك أن السلام العادل الذي يمنح الأشقال الفلسطينيين حقوقهم المشروعة على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار والخروج من مشاهدي القتل والعنف المستمرة منذ عقول ترجمة نانسي قنع